فهذه مقالة كتبتها وبينت فيها أدلة القول الآخر ولماذا قلنا بما قلنا هل يستوي المفطر بجماع مع المفطر بغير جماع أم لا الذي أميل إليه هو استواؤهما أما الذين فرقوا بينهما فليس لهم دليل من جهة النص ومما احتجوا به أن النص كان في المجامع فنرد هذا بأن النص في من تعمد الفطر وفي هذا رد على من اعترض منهم علينا بقوله أن القياس هنا لا يصح أقصد هم قالوا أن النص الدليل النص الحديث في الذي جامع أو في الذي أفطر بالجماع هم قالوا أن النص في الذي أفطر بالجماع فقالوا لنا أنتم قلتم بأن الذي أكل وشرب يقاس على الذي أفطر بالجماع هم يقولون لنا أنتم قلتم أن الذي أفطر بالأكل والشرب يقاس على الذي أفطر بالجماع فنحن نقول لهم لا نحن لم نستدل بالقياس أبدا إنما استدلالنا كان بما يسمى بأصول الفقه تنقيح المناط بمعنى أننا استدللنا بالنص بنفسه بنفس النص لا بالقياس عليه لكن أنتم قلتم نقول لهم أنتم قلتم أن سبب إيجاب الكفارة هو أن الرجل أفطر على الجماع ونحن نقول أن سبب إيجاب الكفارة هو أنه أفطر بغض النظر عن طريقة الإفطار كيف أفطر فنحن دليلنا هو النص أن رجلا مفطرا جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فأمره بكفارة سواء جاء لأنه مجامع أفطر على جماع أو جاء لأنه أفطر على طعام نفس الشيء هذا القيد كلهم أفطروا فقلت مع أنه يصح يعني لو كان النص في المجامع يعني لصح السدلال بالقياس لكن إلا أن قولنا هذا ليس قياسا وإنما هو تنقيح المناط إلا أن معهم قول صحابة لا بد من إنصاف المخالف الذين قالوا بالقول الآخر قولهم قال به صحابة فلا نقلل لا من شأنهم ولا من شأن قولهم لكن طبعا نحن نستدل بحثا عن القول الصحيح هذا لا يعني أننا نقلل من شأن الذين قالوا بقول نحن نرى أنه مرجوح أو نرى أنه أقرب للخطأ من قولنا الذي قولنا أقرب إلى الصواب أو نرى أن قولنا هو الصواب وقولهم قريب من الخطأ ليس صحيحا لكن هذا ليس تقليلا لا من شأنهم ولا من شأن قولهم فهم عندهم سلف من الصحابة فهم لم يأتوا بجديد لم يبتدعوا في الدين وحتى لو لم يكن عندهم سلف من الصحابة فاستدلوا بطريقة صحيحة وافقة للأصول فليس تقليلا من شأن قولهم ما ذكرت وإنما هو استخراج للحق هم أيضا عندما يستدلون فسيستدلون على إبطال قولنا ويحتجون لقولهم فلا بد من النظر في الأدلة للرجوع أو لإيجاد القول الصواب فالذي وجدناه الصواب هو ما قلنا أن الذي أفطر بأي طريقة فعليه كفار لكن كذلك من باب الإنصاف لهم وإحقاق الحق معهم قول صحابة فلا نقلل من قولهم وقولنا قال ابن عباس بقول شبيه به إلا أنه عنده مدة الصوم ثلاثين يوما والإطعام ثلاثين مسكين هذا الذي قاله ابن عباس فهو قريب من قولنا لأننا قلنا بأن الصوم ستين يوما والإطعام ستين مسكينا بناء على النص أما ابن عباس رضي الله عنه قوله لا بد أنه من باب الإجتهاد لأنه لو كان مرفوعا إلى النبي لو كان أخذه من النبي صلى الله عليه وسلم لحتج بأن كلامه مرفوع على الذين خالفوا لأن هناك من الصحابة من خالفه فإضا قول ابن عباس صحيح هو شبيه من قولنا لكن تحديد الثلاثين هذه ليست مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فليست حجة يعني بذاتها ليست حجة قاطعة وإنما هي تعتبر قول صحابي خالفه به غيره قلت وقال بقولنا عدد من التابعين ذكرنا بعضهم والمسألة فيها أقوال عدة عن الصحابة والتابعين هناك أقوال أخرى قد تصل إلى عشرة أقوال في هذه المسألة فوجب رد المسألة إلى النص يعني لو أن المسألة اتفق على القول بها الصحابة لما يعني كان شبه إجماع لكن هنا وجود الخلاف يدعونا إلى الرجوع إلى النص لأن الله سبحانه وتعالى قال فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول فنرد المسألة إلى الأدلة من القرآن والسنة والدليل الحديث دلنا على أن من أفطر بغير عذر المكلف إذا أفطر بغير عذر في رمضان متعمدا فعليه كفارة فعندما رددنا الأمر إلى النص إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قلنا بهذا القول والله تعالى أعلم والحمد لله رب العالمين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون